صباحك خير سارة وعودا حميدا للشاشة والبرنامج شكرا لك ما بين الصالة الماضي وعبق التاريخ نأخذكم اليوم في جولة في هذا المتحف الذي يتربع على مساحة 4000 متر مربع ويحوي قطع ما تزيد عن 4000 قطعة كذلك هذا المتحف الذي تم تدشينه مؤخرا هو يعني يحظى باهتمام كبير من قبل صاحبها الذي عمل عليه لمدة 6 سنوات تقريبا وحتى اليوم يظهر بصورة مشرفة وأيضا يأتي ضمن الاهتمام الكبير للمتاحف ضمن رؤية 2030 من خلال استحداث هيئة المتاحف التي أكيد ستقدم العديد من الاهتمام والرعاية لهذه المتاحف كونها أصالة وعراقة لعمق هذه البلاد الأستاذ سالم القحطاني وهو صاحب هذا المتحف الوطني رح فيك معنا أستاذ سالم ونتعرف اليوم عن هذا المتحف والمدة التي استغرقتها في إنشاء هذا المتحف أياكم الله وشكري لكم على هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم السعيد المتحف يحتوي على 17 قاعة تراثية تراثية مكونة من المجلس الحجازي والمجلس العربي ومكتنية الورد الطائفي والنحاسيات والأسلحة الأثرية والزراعية والآلات الصوتية وغيرها من الحرف الأخرى ومكتنية الحرام المكي والوثاق والمخطوطات وصالة العرض البري كملوا الوقت يعني المدة التي استغرقتها والفكرة متى بدأت لإنشاء متحف خاص بهذا الحجم المتحف كان سابقا في منجلي وفتتحناه عام 34 ولا عندي الآن ما يقارب 15 سنة وتم نقله إلى المتحف الجديد بعد أن حصلت على قطعة أرض استثمارية من أمانة الطائف ونشكرها على إتاحة الفرصة الاستثمارية لإقامة هذا المتحف عليه وكذلك حصلت على قرض تموين من بنك التنمية الاجتماعية ونشكرهم كذلك عليه ومشاعد هيئة الشياحة في بعض التوجيهات من المرسدين السياحيين وغيرهم الأهمية التي نظرت لها لهذه القطع النادرة والتراثية وجعلت من فكرة تتحول لمتحف كبير والله حفاظ للتراث الوطني والمحافظة عليه لجمع المقتنيات التراثية وهذا تاريخ لوطننا الغالي وواجب علينا الاحتفاظ به والمحافظة عليه كيف تنظر المجتمع بشكل عام وأقباله على مثل هذه المقتنيات واهتمامه فيها وشغفه أيضا؟ والله هذه المقتنيات الحمد لله صار لها الأثر الكبير في أجيالنا أجيال المستقبل من طلاب المدارس والجامعات وغيرهم من الدولة الحكومية وكذلك يكون إن شاء الله معلم من معالم السياحية في الطايف بإذن الله عز وجل بس ألك سأل 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 سايم سؤال مهم وأخير تقريبا يعني تكلم عن اهتمامك أنت كشخصيا من متى بدأ موضوع الاهتمام بالتاريخ؟ الله هتميت في موضوع التراث وجمعه من عام 1416 وعلى مدى هذه السنوات ولله الحمد حلصت على أنه أجمع جميع القطع النادرة كل شكر لك أستاذ سالم وكان بودنا نأخذ وقت أطول لكن إن شاء الله لننتواصل معاك مستمر وننتغطيات أيضا كذلك لهذا المتحف إذن هذا المتحف يتكئ على إرث تاريخي عظيم يبرز جوانب عدة من تاريخ مملكتنا الحبيبة عودة لك عبدالله وسارة